تهديدات التنظيمات الارهابية أنا سبق دقية نقوس الخطر لتونس حدرتهم الارهاب حتى حددتهم بالشهر شهر رمضان وأخذوها من الجانب السلبي وحولوا الموضوع شخصي بينهم وبينهم وتهجموا حتى عليهم شخصيا صعفهم وإعلامهم ومؤخرا حذرت أيضا إيطاليا تمام نفس الشيء ولم تستفيق تونس إلا بعد أن ضربت في سوسا وشهدنا مقتل 30 سائح بريطاني وانسحاب 3000 سائح بريطاني ورجعوا إلى بلادهم وتحذير الخارجي البريطانية رعايها من السفر إلى تونس الآن بدأوا يعو أن هم كانوا غلطانين وأن وزير الإعلام الليبي كان معا حق وعلى فكرة نحذرهم حتى بعد يومين قادمين عندهم مشكلة كبيرة في تونس تحذر تونس من عملية رهابية نعم قادمة هذا بناء على معلومات نعم طبعا من أين المعلمات؟ نعم نحن نتابع قلتك عندنا ربعلاف أرهابي تونسي موجودين في ليبيا جايين سياحة ليبيا يعني قمتم بالقبض على منهم؟ نعم عندنا طبعا نعم عندنا مجموعة سجنان من الارهابيين وعندنا نراقب الاتصالات ونراقب فيها عندنا طبعا نحن أجهزة أمنية موجودة لماذا أنا أدعوهم إلى التعاون مع ليبيا؟ هذا من المصلحتهم لماذا التجاهل هذا الكبير لليبيا؟ كأنهم مستصغرينها يعني لا الجهاز الأمنية تشتغل وعادت بكفاءتها وضباط السابقين رجعوا للخدمة ضباط الأمن الداخلي وضباط الأمن الخارجي وما دعوا الجميع أن يعود كذلك فبالتالي نحن نمتلك معلومات إيطاليا أيضا لن تستفيق إلا بعد أن تأتيت ضربة على شواطيها وقريبة أنت تبعث الآن من عبر شاشة الشروق نيوز رسالة إلى تونس ولا إيطاليا بأن هناك عمليات إرهابية كل هذه الجدران الترابية التي يقومون بها لن توفر لهم الأمن والأمان الأمن هو معلومة وهو سرع التحرك أنت يعني إذا كان ما عندكش تنسيق مع الأجهزة الليبية مباشر كيف تستقي معلوماتك؟ ما أنا تابع اللي عندي وأنت تابع اللي عندك وكان في السابق هكذا كيف كان يحكم بن عليب القدافي؟ مالأجهزة كانت متعاونة مع بعضها وهذا هو المطلوبة نعم أنت تطلب بضرورة التعاون طبعا وبسرعة والجانب الجزائري والجانب الشادي والجانب السوداني كل الدول المشتركة أن الخطر واحد هل يعتقدون أن جدار تراب يعني صور من التراب يعني؟ ترجمة نانسي قنقر